من الفاسدين باللبنان بفوتوا على الحبوثي بعد 24 ساعة انت اليوم عم بتقارب الموضوع بشكل مغير انا اواجه اذا حزب الله عم يحضرنا ليلة انا اواجهلهم رسالة مباشرة مثل ما قلتلي لانا اتهمتوا من شوي ان الحكومة اللبنية ما بدأ استعادة الاموال انا اواجه بالسالة مباشرة عن طريق برنام جاكتوني لا حزب الله كونوا وطنيين وساعدونا اذا بالفعل انتو حامين الفاسدين شيلوا ايكن لحتى يقدر لبنان ويقدر للغرب يقدر يوقف الفساد و لكن انا كمان بقال konlo حزب الله انه بما انو انتو موجودين طالما انتو موجودين الغرب هيدالي عم يدعم الفاسدين لانو طال cogn انو وجود theo من اللي طالما انو categorie يدعم الفاسدين لانه ه weightedاعي اللي موجود اليوم بيسموهم الآ About War and Allah اذا ما عاد في حزب الله العنى معنى موجودين وممكن يسير عندهم محاكمات وهممكن يق بيسير عندهم محاكمات out of Model انا معي ست اشخاص عم بيشتغلوا معي. من ست ديانات مختلفة. على اكتافهم. معروفين. لا. معروفين. لانه ما بدي عرضهم متل ما انا عرضت. انت من شوايكة عم بتقولهم. بيقولوا عن حرفوش هيك. ولا عن حرفوش هيك. ما بدي نس عندهم عيالو عندهم شغل. هني مفروبين بربنان ولا خارج لبنان خصت. لا بالاختراف. بالاختراف. طيب. من ست الاجتماع على اكتافهم. نعم. قبل ما اسمع رأيي الاستاذ اللي معي. اه. طبعا في موضوع ما في نقل ما نمره عليا. ولو انه بزعجك دايما بعرف هيدا الموضوع. هو اه تاريخك. يعني انت دايما تحكي بالسياسية. هني بيحكوك بتاريخك. يعني انت بتقوله ان احنا بدنا نعمل حكومة اه منفى لاستبداد الاموال. هني بقولولك انت عندك تاريخ مليان بنسوان والعرض الازياء والبلاي بوي. اه. وهيدي الامور. فما برأيك لح تقدر تتخطى هيدا التاريخ. لا تفوت على صفحة جديدة بالحياة السياسية اللبنانية. انا عندي نتائج. انا عملت اه اه ابتدأت بحاملة استعادة الاموال المنهوبة مع بروكسال. وفتحوا تحقيق. ومن قبل اخر السنين جهت مع وفد من الاتحاد الاوروبي للبنان للتحقيق. عيدا شي. اه اثر فيه انو انا مع اه اه بالازياء وبعالم الازياء. ما اثر. لانو الاوروبيين ما بيهتموا بالصورة الاندة هلأ حضيتها. مان ما لقيمة هذه الصورة. انتو انتو اللبنانية انتو اللبنانية شابتكم. اليوم اليوم صار في انتصار. اليوم اول مرة بيجي طلب من قاضي سويسري لحكومة لبنان. بدون ما يمرق بالطريقة الكلاسيكية. نحن نروح مباشرة. لا 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 سفارة سويسرا. وسفارة سويسرا بتستدعي اكبر واهم رجل مالي اليوم بلبناني اللي هو حاكل مسرف لبناني. محد بقدر يقرب عليه. وبينفي. وبقول كذب. ويلي بقول هالشي انا بدي يحاكمه. وانتين هار بيرجع. وبيرجع عنده القضي. بس اليوم. وانت عم بتقرجي لي صور عرضات لازياء. مش انا عم ترجيك. انا عم بيقلك خصومة كيف بيرده عليك. مش انا عم ترجي عليك. يعني خصومة انا مبريد عن حد. انا بسمع وجهة نظرك وبيحترم وجهة نظره. اليوم اليوم الحاكم رياض سليمي بعد ما خرج من عند المدعي العام التمييزي الرئيس حسان عويدات. بيقول اه سأو حاكم. يعني انه هو بده ياخد يدعي على الاشخاص اللي طلعوا عليه هذه الاشعاعات وهيضا الموضوع. هل انت تتبنى قدر اليوم على الشاشة تقول له لرياض سليمي انا من تسبب باستدعائك الى القضاء? اول شي انا من من النوع الاشخاص يالي بيستفزهم سؤال وبيركب اجابة. انا 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 او اشي انا ما خاف من الرياض سليمي. ولا بخاف من حدا. لو بخاف ما كنت فتت بها. عامل لك بديوا يحاكم الاشخاص اللي تسببوا. على شو بديوا يحاكمهم? على شو بديوا اذا تبين انه هذا الشخص مع ليه جريمي. يعني اه طلع انه مع ليه جريمي. وطلع مجرد مجرد اتهام باطل. هل انت بتقول. اتهام بشو? مين اتهام? مين اتهام? اه هو بريء لحديد اه اسبات. اكيد. انا سؤال. سؤال محدد. انت تتبنى هذا الاتهام? اتهام بشو? بدك تقل لي شو الاتهام حتى انا قل لك. باللي اوصل. باللي اوصل رياض سليمي الى القضاء. هل تتبنى هذا الموضوع بتقول انا اليوم عمر حرفوش. انا الدوليين اللي صار عندهم اسراء غير مشروع. وانا ادحم المسئولية اللي عم اقل لك ايه? وبنفس الشي بالاتحاد الاوروبي والاشخاص يلي ممكن تصلهم بالنهاية القضاء ويبلش يحاكمون. كمان هن اه اه بلشوا يخافوا صار عارفين انو اقرب عليهم الدور. استاذ حرفوش خلينا نسمع على الرائق القانوني للمحامل استاذ زكريا الغول. استاذ زكريا اه اسمعنا اليوم هذا الكلام اللي صدر عن اه استاذ حرفوش. اه شو الدول التي اعترفت بهذه حكومة المنصف. وهل باللبنان بحالة بازمة انو غير النظام القائم غير معترفي. لا شك ان احنا في ليلة فترة الحرب الاهلية المرأت باللبنان ولا مرة استعمل تعبير حكومة في المنصف. فهذا باعتقد هذه العبارة شوية فتفاضة. والاستهلاك الاعليمي ليس الا. بعدين كمان الاستاذ حرفوش اه اه بقوله انو هن كمختربين حابين يساعدوا لبنان. انا بتمنى على كل المختربين لبنانيين يساعدوا لبنان مش عبر حالة ملفات او على على فرضية صدق ما اه قاله وانا ما لا اتبنى يعني صدق ما قاله بخصوص ان هو السبب في فتح ملفات الاريان سليمنا او غيرها. هل يستطيع اي شخص كان انو يكون السبب بفتح ملفات القانون بهذا الحجم? في نقطين بالقانون. الصفة والمصلحة. اي صفته? شو صفته الاستاذ عمر لا يفتح هذه الملفات? شو الصفة? رئيس حكومة المنفى? اي منفى. هو عم يناقض حاله لانو طلب موعد من رئيس الجمهورية. ما انت عم تقول حكومة المنفى بما انك لا تعترف هذا النظام. كيف عم تجيب تقلي انت حكومة المنفى وتعترف هذا النظام? استاذ حالفون شو ردك على مقيل? اي اول شي انا ما طلبت موعد من رئيس الجمهورية اي اول واحدة. اي اول شي اه ما في اي حكومة بالمنفى بغري يعترف فيها من الخارج. وانا كل اه اللي بقدر اقوله عن هالموضوع ان حكومة المنفى اعترفوا فيها ولا ما اعترفوا فيها. الايميليات اللي بعدها. لحتى اطالب بتجويد الاموال وملاحية الناس اخدوه بعن الاسفة. عم يسأل عن صفتك? عم يسأل عن صفتك? خليني انا اذا عم رد واحد الناس وعلا هو الاربع اشياء انا عم رد على على واحد اتنين حرد على ثلاثة. هو قال انه ما احدا بيحقلوك صفة يخلي انه يصير في تحييب. انا ما انا شو صفت بتبداعي بس? ازا ازا مواطن. اه من فول مش من فى حيالة مواطن بيحقلو يعمل يعني يشكي للقضاء الفرنسي الاوروبي سويسري بيحقلو موضوع انه انا عندي هالملف وعندي شك وعندي كزا. ازا القاضي اعتبر انه هالشكوى غير صالحة بيكب الشكوى ما بيعتبره. بس ازا اعتبر انه لا في شي وفي اسباب وفي اه بالفعل انا لازم اتحرق. اين تم تكدم بهذه الدعوة? لا لا ستابع. انا اسمعتك ريسا في الانتقدمت هذه الدعوة. ازا الاضي. مش انا اقدم الدعوة. انا شكوى مش الدعوة. انا ادعاب لو الاضي لو الاضي سويسري لأ انه مفي الى اساس ما كان بعت رسالة الاسفارة السويسري باللبنان وما كانوا استدعوا لحاكم مصرفة للبنان. انا الشكوى اللي قدمتها مش عن حاكم مصرفة للبنان. انا قدم شكوى ضد كل السياسيين اللي بنيون وكل الناس اللي ساهموا بإفلاس لبنان ويصال لبنان للمجاعة. وليس رحوا على حكيم المحامي قال انه هو يتمنى على المختاربين انه ما يشتكوا ما يعملوا اي احراق. بدي اشأل. انا بتمنى على كل المختاربين انه يشاركوني. وهنك تاري اللي عم يشاركوني على فكرة. من الوقت الاعلنت انا هم يكون بالمنفع. سيطماني مئات. اذا ما الاف الناس ارتكبتلي. المحامي اللي موشود عندك بالسوديو يتمنى على المختاربين انه بس يحولوا مصاري وما يدخلوا بشي. انا اتمنى العكس. عندي سؤالين اخرين. عندي سؤالين اخرين استيس حرفوش. اول سؤال. اليوم عرفنا انه في مجموعات من السورة بلبنان عم بتجرب اضيفك الى المجموعات اللي عندها. هل هذا صحيح? صح? كتابوا لي كتير مجموعات مش بس سور. كتابوا لي ضباط. كتابوا لي كتير ناس. انا اتصرفين من موقت اعلان الحكومة لبنان. ناس كتير مهمين وكتير معروفين من الحق العالم. سؤال. سؤال الاخير يعرف عنك بلبنان بالصحافة اللبنانية. الملياردار اللبناني. هل هذا صحيح? خلط. لأ انا ملياردار مش ملياردار وانا دايما بقولها. وكمان اليوم قلت اني انا حامل جنسية فرنسية انا حامل جنسية لبنانية فقط. ملي ملياردار. طيب انا بدي اتشكرك استاذ اه عمر حرفوش صاحب وبادرة حكومات لبنان بالمنفى واللي عم بيحملوه مسئولية اه انه هو اه. لأ ما حدا ما حملني. بلا ما حمل. يعني عم بيقولو عم بيقولو انك انت من الناس اللي اه اه شباك عم بتتراجع عصرف. مش انا عم مسئولية لانو انت عم بتحمل المسئولية. انا اتحمل مسئولية اني انا طلبت من حكومات اوروبا ومن سويسرا تحديدا ومن امريكا ملاحية كل اللبنانيين وكل مسئولين اللبنانيين وتشميل اموالهم وسياراتهم ومش بس ملاحية اولادهم واخواتهم وعشيقاتهم وسكرتيراتهم وكل المحيط طبعهم. فضحت الدنيا. فضحت الدنيا.